الفصل السابع الملك حكم أم زعيم يعد الملك أهم عضو داخل النخبة السياسية ولم نتعرض للحديث عنه إلا بصفة عابرة خلال الفصول السابقة وإذا كان الملك على رأس النخبة لا لكونه رئيسا للدولة أو لكونه من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم بل لأنه يشترك مع نخبة جيله في الكثير من الصفات ينطبق هذا الأمر على الحسن الثاني أكثر مما ينطبق على أبيه محمد الخامس ذلك أن هذا الأخير قد تلقى تربية بعيدة عن كل ما يروج خارج جدران القصر ولم يهيأ قط لتحمل أعباء رئاسة الدولة لقد تنامت قدراته السياسية بفضل الممارسة وبدأ يتعرف على المشاكل سواء منها الوطنية أو الدولية على الخصوص بعد اتصالاته الأولى مع الوطنيين في سنة 1934 ولو رفض الاتصال بهم لربما كان المغرب يعيش حاليا تحت نظام جمهوري ولكان للعلويين موقع لا يفوق موقع الكتانيين في المجتمع المغربي إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحسن الثاني لكونه عاش طفولة ناعمة متفتحة على العالم الخارجي واستفاد من تجربة أبيه كما رافق عددا من الشبان المغاربة ودرس الحقوق في جامعة بوردو لقد اتبع العاهلين أسلوبين سياسيين مختلفين اختلافا كبيرا لكنهما استعملاء التكتيكات الأساسية نفسها لحماية العرش يجل المغاربة الملك باعتباره شريفا وحاملا للبركة لكنهم عرفوا دائما كيف يميزون بين قداسته الشخصية وسلطة حكومته وغالبا ما كانوا يعترفون بالأولى دون الاعتراف بالثانية وعلى الرغم من محاولاتهم المتكررة لم يكن بوسع السلاطين قبل الحماية فرض إجراءات لا شعبية إلا بصورة مؤقتة وبعد إخماد ردود فعل عنيفة ولم تكن تعوذهم وسائل القصر لكنهم لم يكونوا يحتكرونها إلا نادرا وفي أحيان كثيرة واجهت سياستهم مقاومة حدت من فعاليتها أو جعلت نتائجها تنقلب ضدهم لقد استغل السلاطين تفرقة المجتمع المغربي للبقاء في الحكم وساعدتهم انقساماته للسيطرة على مختلف الفئات الإجتماعية وفرض الضرائب عليها ولم يستطع السلاطين المغاربة أن يجعلوا من أنفسهم حكاما للنزاعات الإجتماعية والسياسية إلا في مرحلة قريبة حيث وضعوا الملكية رمزا للحياد قلنا سابقا إن المجتمع المغربي كان يتركب ولا يزال إلى حد ما من قسم متعارضة يرتكز توازنها على التوتر والنزاع وبما أن هذه الظاهرة تشكل إحدى ثوابت الحياة السياسية المغربية فإن دور التحكيم بين الجماعات المتنازعة من أهم الأدوار داخلها واحتفظ هذا الدور بأهميته في المغرب المعاصر لأن القوى السياسية ما تزال منقسمة ومتنافسة مما جعل عاهلي المغرب بعد الاستقلال يتخذانه بصورة متعمدة ورسمية ويهدف البند الثالث من دستور سنة 1962 إلى تأمين استمرار صيرورة سياسية تستوجب وجود حكم معترف به على المستوى الوطني تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم ونظام الحزب الوحيد ممنوع في المغرب كثيرا ما يدعى هذا البند بند قديرا يعترف هذا الأخير أن هذا البند يشكل تتويجا لمجهوداته الخاصة ومجهودات القصر للحيلولة ضد هيمنة حزب الاستقلال على الحياة السياسية الوطنية ويرى قديرا أيضا وبصورة أدق أن الإبقاء على تعدد القوى السياسية يشكل وحدة ضمانة للملك لكي لا يسقط ضحية إحدى تلك القوى وخلال الندوة الصحفية التي عقدها الملك يوم 13 ديسمبر من سنة 1962 تبنى أطروحات مستشاره المقرب حيث قال إن الدستور يجعل منا حكما وإنني على يقين من أن الكثيرين قالوا إن سلطات الملك واسعة وأضرب لهم لذلك مثلا بسيطا جدا تصوروا فرقتين لكرة القدم في ميدان اللعب والحكم محروم من سلطة التصفير وطرد أحد اللاعبين إن المشكلة بسيطة وهي مطروحة على هذا الشكل لقد جعل قذيرة من المبدأ القديم فرق تسد مبدأ آخر هو فرق تبقى ولم يتردد محمد الخامس في استعمال هذا المبدأ عندما عاد من المنفى والدليل على ذلك أنه فرض داخل أول حكومة عينها تمثيلية لا تولي أي اعتبار لهيمنة حزب الاستقلال الفعلية ولم يكن الملك يتميز عن حزب الاستقلال في سنة 1955 لكنه ابتعد فيما بعد عن جميع الأحزاب لإثبات دوره حكما بالنسبة لمجموع المجتمع المغربي ولقد ذهب إلى أبعد من ذلك في واقع الأمر لأنه شجع أو بالأحرى حرض على تأسيس تشكيلات معادية لحزب الاستقلال بهدف خلق إطار تتبلور فيه القوى التي ظلت كاملة إلى ذلك الحين ولما تحقق له ذلك أصبح بإمكانه أن يطالب بدور الوسيط المنصف والذي يفصل بين الجماعات المتعددة واضعا نفسه فوق كل النزاعات في حين أنه كان يقوم من خلف الستار بتشجيع بعضها وتقويد أسس بعضها الآخر ولقد تفوق في ذلك إلى درجة أن تحكيمه ليس مقبولا فحسب بل ترغب فيه النخب التي تتسابق حول ما يتركه القصر لها من نتف السلطة لقد اكتفى الملك حتى الآن بمنح رضاه أو سحبه بذكاء للإبقاء على القسام النخبة ولإبعاد خطر تحويل العرش إلى دولاب هامشي من دواليب النظام لقد فرض النظام الملكي نفسه بواسطة استعمال نوع من الاستراتيجية الدائرية التي تعتمد على تشجيع النزاعات لتفتيت القيادة السياسية وبذلك تزداد الحاجة إلى رمز للاستمرارية عندما كان محمد الخامس مرتبطا ارتباطا وثيقا بحزب الاستقلال لم يكن يتوفر على أي وسيلة قصرية فعالة إذ لم تكن هناك شرطة أو جيش نظامي إلى حدود ربيع سنة 1956 لكن بمجرد ما تم تأسيسها سهر الملك على تأمين ولائها المطلق للعرش وشكل احتكاره شبه المطلق لقوات الجيش محور غضب القادة السياسيين وعلى الخصوص منهم قادة اليسار ليس هناك من ينازع في صلاحية التحكيم الملكي لكن كثيرا من الساسة المغاربة كانوا يأملون حصر الملك في حدود الدور التقليدي لأغرام باعتباره آخر حكم يفصل بين المتنازعين وإماما يترأس الاحتفالات الرسمية شريطة أن يظل أعزلا من كل سلاح ومن دون وسائل لفرد قراراته وكان النظام آنذاك في حاجة إلى قوة تحميه في انتظار الوقت الذي سيقوم فيه أعداء حزب الاستقلال بالاعتراض على ادعائه بأنه يشكل إلى جانب العرش طبعا المعبر الوحيد عن إرادة الشعب المغربي لقد ابتعد خطر قلب النظام أو خضوعه لحزب الاستقلال عندما تكسرت الواجهة المتراصة لهذا الأخير وبعدما تم إذماج معظم عناصر المقاومة وجيش التحرير في القوات المسلحة والشرطة ويشكل الجيش الآن حلقة هامة داخل اللعبة التي يقودها الملك لتأمين استمرار الانقسام مع توازن دقيق بين النخب وما يزال الجيش حتى الآن وفيا للعرش لكنه أصبح واعيا بقوته التي لا يستهان بها تعد هذه الظاهرة مثقلة بالمخاطر لكن الملك استعملها حتى الساعة لفرض وصايته على المدنيين والظهور بمظهر البديل الوحيد عن الدكتاتورية العسكرية لم ينازع حزب الاستقلال أبدا في أن محمد الخامس كان بطل التحرير والمقاومة الأول ورمز السيادة الوطنية ألم يضفي النفي هالة من التقديس على السلطان وهل كان هناك فعلا ما يبرر تخوفه من حزب الاستقلال ألم يكن بوسعه أن يسيطر عليه ويوجهه حسب أهدافه إن بعض الملاحظين كانوا يعتبرون في السنوات الأولى من الاستقلال أنه باستطاعته أن يوظف الحماس الشعبي لتنفيذ أي مشروع من مشاريع التنمية مهما تطلب ذلك من تضحيات ولو أنه فعل لكانت أي معارضة له بمثابة الخطيئة لقد استغرب بعضهم أيضا للدور الذي اختاره محمد الخامس دور التسويف قبل كل شيء دور الإنسان الذي يرغب في التحكيم والإيحاء والاعتدال ولا يرغب في القيادة لكن إذا صح التأويل الذي قمنا به في هذه الدراسة بصدد الحياة السياسية المغربية سيتضح أنه لم يكن من المتوقع أن يتصرف محمد الخامس على نحو مغاير حتى وإن كان يدرك كل الإذراك عظم تقوته والسبب في ذلك أن الاستقرار يشكل من وجهة نظر الدولة العلوية شرطا حيويا وأساسيا لتأمين بقاء النظام الملكي ولو كان ذلك على حساب التنمية الاقتصادية وانسجام القوى السياسية يفترض تنفيذ مخطط التنمية بكل ما يتطلبه ذلك من حزم تأييد الأمة بكاملها ويستوجب تجنيدها وتأطيرها والحال أن النظام الملكي كان يسعى بالضبط إلى تجنب إنشاء مثل هذه القوة لأنه يخشى أن يصبح سجينا أو ضحية لها بأسرع ما يكون بعدما كان سيد الموقف لذا فضل أن يضطلع بدور الحكم وأن يستعمل السلطة بصورة دفاعية عوض الإضطلاع بدور الزعيم الذي يغري حقا لكنه ينطوي على كثير من المخاطر عندما قرر الملك أن يقتصر على دور الحكم خضع سلوكه لبعض المبادئ البسيطة عدم السماح لأي جماعة أن تتقوى أكثر من اللازم وتشجيع كل المنافسات الممكنة للحيلولة ضد هيمنة أي واحدة منها ومن جهة أخرى عدم قبول انقراض أي جماعة مهما كانت بما في ذلك أحزاب المعارضة إذ يمكنها أن تجمد أو تعطل نشاطها مؤقتا شريطة أن تحتفظ بشعلة من الحياة يمكن إحياؤها عند الضرورة وبما أن الجماعات السياسية المغربية تتشكل عادة من رئيس وأتباع فإن أفضل وسيلة لإبقائها على قيد الحياة تتجلى في السهر على أن لا يفقد الرئيس كامل نفوذه ويتجلى هذا النفوذ عادة في إمكانيات الاتصال المباشر مع الملك أكبر مانح للنعم ويعتني القصر بواسطة عدد من المبادرات الرمزية مثل المشاورات الرسمية والتكليف بمهمات في الخارج إلى آخره بمساعدة القادة على الاحتفاظ بقسط أدنى من ثقة أتباعهم لكي تتوفر لديهم إمكانية تأسيس جماعتهم من جديد في الوقت المناسب ويرتكز سلوك العرش أيضا على قاعدة أخرى تنحصر في عدم ربط مصيره بمصير الجماعات التي يساعدها على الظهور مثل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية أو الحركة الشعبية وعدم تبني مواقفهما أو برامجهما وبما أنه لا يلتزم أبدا بصورة علنية فإنه يستطيع أن يستفيد من نجاح أي حركة تعمل باسمه كما يمكنه أن يتخلى عنها في حالة إخفاقها وفي الاتجاه نفسه اعتبر عدد من مستشاريه أنه انحرف عن هذا النهج الحذر عندما تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة تحيط بالملك مجموعات من الأتباع المخلصين لكنه يسعى إلى جلب النخبة بكاملها إلى داخل شبكة أنصاره ومع أن بعض الجماعات ربطت مصالحها بمصالح القصر أكثر من الأخرى يؤكد الملك على مفهوم النخبة باعتبارها عائلة كبيرة ملتفة مهما كانت الاختلافات بين ممثليها حول مبدأ التفوق المطلق للعرش تتجلى القاعدة الوحيدة من قواعد اللعبة السياسية التي لا يشوبها أي همود ويؤدي خرقها إلى عقاب مباشر في البند الذي ينص على أن شخص الملك ومؤسسة العرش لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهاجم أو تتعرض للنقض بصورة مباشرة وعلنية لذا يتجنب الجميع بعناية المس بمسألة السيادة وعلى الرغم من الاستفتاء الدستوري في سنة 1962 كان الحديث عن سيادة الشعب من قبل المجازفة لقد ذكرت جريدة حزب الاستقلال الصادر بالفرنسية نصا لجمال الدين الأفغاني يقول فيه يمكن للشعب أن يعيش من دون ملك لكن الملك لا يمكنه أن يعيش من دون شعب وبعد ذلك مباشرة حكم على إدريس الفلاح رئيس تحرير الجريدة بعشرة أشهر سجنا وصدر الأمر بتوقيف الجريدة لمدة ستة أشهر ولقي عبد الرحمن اليوسفي ومحمد البصري المصير نفسه في شتاء سنة 1959-1960 بعد نشر مقالات في جريدة التحرير يبدو أنها كانت تطعن في سيادة العرش لقد رفض الحسن الثاني حتى الآن وبكل عناية أن يقبل أي تسوية أو أن يقوم بأي تنازل تحت الضغط إنه يفضل أن يمنح هباته بشكل أحادي الجانب تعبيرا عن وجوده وسخائه ويستعمل قرمه هذا لخلق علاقات التزام وإخضاع أكبر عدد ممكن من الجماعات وفي السياق نفسه لا يعلن دائما إلا عن عفوه بالنسبة للمعتقالين السياسيين أو غيرهم ويعني ذلك أن خطاياهم لم تمحى وأنه فضل أن يغض الطرف عنها رحمة منه لقد طالب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن ينان بن بركة عفوا بعد أن حكم غيابيا في سنة 1964 وأدين بتهمة الخيانة العظمى وطالب الحزب أيضا أن يصدر قرار العفو في الجريدة الرسمية كما حصل ذلك في سنة 1963 بالنسبة للذين ساهموا في عملية خلع السلطان وأن تلغى كل جرائمهم لكن الملكة اكتفى بعد ذلك بالإشارة ضمن خطاب عيد الأضحى في أبريل من سنة 1965 إلى إمكانية عفوه عنه إن هو عاد إلى المغرب واغتنم هذه الفرصة للإشادة بدور الملك المنصف قائلا وإنني أبذل للذين صفحت عنهم وعفوت فرصة ثمينة للإندماج في حذيرة الأمة والعمل في نطاق مؤسساتها الدستورية ومنظماتها السياسية فإذا هم أضاعوا هذه الفرصة وإذا هم تمادوا في غيهم واعتبروا الحلم بابا مفتوحا يمكنهم أن يلجوه في كل آونة وحين فإنني أحذرهم من مغبة سوء نظرهم وعاقبة فساد أمرهم وأنبههم أن للحلم حدا وأن للتجاوز نهاية وبهذا الحلم يمكن الاستدلال على ما طبع الله به أسرتنا من بعد النظر وساعة الصدر ومتانة ما بيننا وبين شعبنا من تماسك وتجاوب وبالإضافة إلى هذا كله فإننا إذا وقفنا هذا الموقف الذي يتسم بالتسامح الحكيم فذلك امتثالا للرسالة الإنسانية التي تلقيناها من مرقد الأمة ومحر للمواطنين جلالة والدنا محمد الخامس رضوان الله عليه انتهى كلامه وإذا كان الملك أكبر المرصفين فإنه أيضا أعظم موزع للامتيازات في المملكة يشرف القصر على توزيع جميع الصفقات المربحة والمعاشات المريحة وتشكل هذه الوسائل عوامل فعالة على النخبة استعملها الصلاطين باستمرار لخلق علاقات الولاء أو توطيدها لقد أصبحت البرجوازية التجارية مدينة معنويا أو ماديا إزاء الصلاطين منذ الانفتاح التجاري الذي شهده المغرب في القرن التاسع عشر لقد بنى الملوك للتجار القصبات والمستودعات وسهروا على تأمين حمايتهم من القبائل ومنحوهم رخص الاستيراد والتصدير وإعفاءات من الضرائب الجمركية وكل ذلك يعد وسائل لشد البرجوازية التجارية إلى النظام ومع الاستقلال تضاعفت إمكانيات الملك الاقتصادية للضغط على جماعة أتباعه لقد بدل عاهلاء المغرب بعد الاستقلال كل ما في وسعهما لتأمين رخاء النخبة وفي الوقت نفسه لم يتردد في استعمال العنف ضد كل من كفر بنعمتهما وإلى جانب ذلك يشارك أعضاء العائلة الملكية بشكل نشيط في الأعمال التجارية ويملك القصر استثمارات هامة في المصارف والمؤسسات الوطنية والأجنبية ومن جهة أخرى تزوجت أخوات الحسن الثاني خارج العائلة المالكة ويحظى أصهاره أنثال حسن اليعقوبي وأحمد عثمان ومحمد الشرقاوي بدعم القصر لإنجاح مشاريعهم يسعى الملك بمعيتهم إلى إنشاء نوع من البطانة الاقتصادية ويسهل عليه من خلال توجيه أعمال الحكومة تعزيز موقف فريق على حساب آخر أو تخويف كل من يرفض الامتثال ومن المفارقات أن هذه التكتيكات تضعف بصفة خاصة رجال الأعمال الشباب لأن سمعتهم المهنية ترتبط بعناية الملك وحمايته لهم تتضاعف الثروة العقارية التي تملكها العائلة الملكية باستمرار ويقال إن الأمير مولاي عبد الله أصبح من أكبر الملاكين العقاريين في المغرب وتستعمل الأسرة الملكية التي تحتل الصف الأول داخل البرجوازية العقارية وسائل عصرية لاستغلال أراضيها وإدارتها ويدعي بعض المازحين أن الملك كدس كل هذه الأراضي لإعادة توزيعها وفقا للإصلاح الزراعي على غرار ما فعله شاه إيران وقد اكتشف بذلك وسيلة لتأمين تعلق جماهير الفلاحين بالعر ويبدو هذا التفسير شيئا ما غريبا لكن الأهداف التي يشير إليها ربما ليست بعيدة كل البعد عن أساليب القصر والواقع أن هناك أسبابا جد مباشرة لهذا الشره العقاري وهي أن الأراضي الفلاحية تدر مداخل منتظمة ويمكن اقتناؤها بثمن مناسب وتدعم قاعدة العرش الاقتصادية تغري جاذبية العقار أعضاء العائلة الملكية بما لها من قوة ذاتها التي تجلب بها أي عضو من أعضاء النخبة سبق أن قلنا في الفصل السابق إن الإدارة تشكل مصدرا هاما من مصادر الربح بالنسبة للموظفين ولا حاجة للتأكيد على ذلك من جديد يكفي أن نذكر بأن الملك يشرف على التعيينات في المناصب العليا وعلى الترقيات داخل الجيش ويمكنه أن يفوذ سلطته لأحد الوزراء لكن لا أحد ينسى أن الملك مصدر تلك السلطة ويستعمل الملك أسمى المناصب الإدارية للأغراض نفسها التي يستعمل من أجلها توزيع المنافع والمكافآت المادية لفرض وصايته على النخبة أو تطويق أتباع جدد أو تجميد المعارضين ونادرا ما يتجرأ عضو من النخبة على رفض تعيين ملكي بينما لا يخشى كل الذين حصلوا على المناصب سوى فقدان مهامهم ومن جهة أخرى تعمل كل جماعة صغيرة داخل النخبة على دفع عناصر منها إلى مناصب المسؤولية لاستغلال نفوذهم والحصول على حماية الجهاز وتسهل هذه الممارسات الأمر على الملك لأنه يستطيع بتحويل اتجاه سيل الفوائد التي يبنحها أن يقوي هذا التيار أو يضعف الآخر مع الاحتفاظ بقدر أدنى من التوتر داخل النخبة يعد الملك أيضا أبا العائلة الروحية التي يتجاوز اتساعها حدود النخبة ويعمل على توسيع شبكات نفوذه داخلها كما يعمل على الزيادة من عدد تحالفاته داخل أسرته الدنيوية وتتحرك هاتان الأسرتان تحت قيادة شخصين متميزين يجسدهما فرض واحد الملك رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين الشريف ويؤكد الملك باستمرار على ازدواجية دوره المركزي إذ نجده يستقبل إدوارد كينيدي في الصباح مرتديا أحدث بدلة من صنع كاردان ويترأس في المساء صلوات رمضان لابسا جلبابه الأبيض تحيط به جماعة من العلماء يرتلون القرآن داخل مسجد القصر ولا يحتاج الملك أن يذكر بجحافل المتدينين المستعدين للذوذ عن قضيته لتخويف أعضاء أسرته الدنيوية الذين يتجرؤون على الاستخفاف به لقد أكد كل من محمد الخامس والحسن الثاني عدة مرات أن نجاههما لا يرتبط بأي جماعة سياسية وأن نفوذهم الروحي يساير مشاعر المغاربة الدينية لقد لاحظ زيرتمان ذلك بذقة عندما كتب يقول من المحتمل أن يكون علال الفاسي شخصية دينية بارزة أكثر من الحسن العلوي لكن هذا الأخير باعتباره الحسن الثاني وباعتبار وظيفته يشكل أكبر شخصية دينية في المغرب تشكل العائلة الواسعة من جهتها نواة الجماعة الدينية لأتباع الملك وهذا لا يعني أن جميع العلويين يقدسونه بل في بعض الحالات يكون العكس صحيحا ويشكل الجد المشترك لهذه الأسرة مبرر وجودها وإذا كان هناك وعي جماعي بين العلويين فإن ذلك يعزى إلى الواقع ويعد الملك في هذه الحالة مجرد عضو من أعضائها تفوق على جميع الآخرين وكما أن رئيس الجمهورية الجديد يتولى رئاسة حزبه فإن الملك يتولى رئاسة أسرته إلى أن ينهزم أمام قوات خارجية أو تطيح به حركة داخلية وفي كل سنة يأم الرباط مئات العلويين لتجديد ولائهم للسلطان في أثناء الحفلات الدينية ويحظون مقابل ذلك بهبات تمنح للنقيب ومؤن توزع على علوي تفيلالت وهدايا خلال شهر رمضان وفيما يخص صفوة الأسرة فيغمرها النظام بالمناصب الرسمية تغص هيئة البشوات بالعلويين إذ بلغ عدد عمال الأقاليم منهم في سنة 1961 أربعة من مجموع 15 ويبرز اسم مولاي أحمد العلوي أحد الوجوه المعروف الذي عرفته عدة حكومات بينما ظل الجنرال ملايحفظ العلوي مديرا للتشريفات مدة طويلة لا يشكل العلويون سوى جزء فقط من جماعة أتباع الملك الدينية وباقي السلالات الأخرى وكذلك العلماء والنساء بصفة عامة بالإضافة إلى بعض الزوايا فلهم حساسية للصفات المقدسة للملاكية لقد شجع الحسن الثاني في السنوات الأخيرة على عقد المواسم وأمر بتدريس التربية الإسلامية وإقامة الصلاة داخل المدارس يدرك الملك بكامل الوضوح أن الشباب ينخدعون أقل من آبائهم وأجدادهم لضغط المظاهر الدينية لكنه يريد مع ذلك أن يحافظ على هذا القطاع من الرأي العام الذي استعمل في الماضي كسند لقلب ميزان القوى لصالحه ضد معارضة ذات ميول علمانية لقد استعمل الملك عن وعي هيبته الدينية لما اقتحم بصورة مباشرة الميدان السياسي عندما تولى رئاسة الحكومة من سنة 1961 إلى 1963 وأشرف بشكل مباشر على ميلاد جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في استفتاء سنة 1965 لإحباط المعارضة التي كانت تنتقد مواقفه على المستوى السياسي المحض يستعمل الملك على الرغم من مقامه وسلطته الفريدة الوسائل نفسها التي يستعملها أي عضو من أعضاء النخبة إذ نجده يتطبع بأسلوبها وطريقة سلوكها لأنه كان زميلا أو تلميذا أو معيلا لكثير منهم خلال مرحلة الحركة الوطنية ولكونه وضع قوانين اللعبة وقرر أنواع المكافأة والعقاب وبجانب ذلك يستعمل جميع ما لديه من وسائل الضغط لدفع النخبة إلى الدخول في مخططاته وإثارة شعور جماعي لديها شعور الجماعة المحظوظة التي تعرف أنها تدين له بكل ما تملكه من امتيازات وبعد إعلان جماعات النخبة عن خضوعها لقواعد اللعبة يرخص لها بالتصابق لتوزيع منافع النظام بينها ويظل الجيش في حالة احتياط ضد كل من يريد إنكار حق الملك في تسيير اللعبة حسب رغبته وأخيرا لا ينقطع الملك عن تذكير جميع المشاركين بأن هيبته الدينية تمده بسند شعبي يجعله فوق كل الجماعات التي تكون النخبة لقد استعمل النظام الملكي سلطته استعمالا دفاعيا محضا وتجنب القيام لأي مبادرة جسورة مع أن الظروف وفرت له كل الشروط للإضطلاع بدور الزعامة وكان بإمكانه أن يجند الشعب من أجل أي هدف يختاره في ميادين التلمية الاقتصادية أو استرجاع المناطق المحتلة لكونه يتوفر على الوسائل التقنية الكافية ويحظى بولاء جماهير الأميين السادجة وكان بإمكان كل من الجيش وفرق الكشاف والقادة السياسيين أن يؤطروا هذه الجماهير لإنجاز مشاريع اجتماعية لكن الملك رفض أن يقوم بدور القائد الوطني ولم يستعمل ما لديه من سلطة ديماغوجية ضخمة لقد انساق وراء إغراء الدور التقليدي دور الحكم الذي يستلزم لاستمراريته إبقاء التوازن بين جميع القوى يستهلك التلاعب بجماعات النخبة أعظم قصد من نشاط الملك وتفكيره ويؤدي به في بعض الأحيان إلى التخلي عن الهدف الأخير لسياسته التحكيمية للإنغماس في حيثيات المناورات اليومية يبدو في غالب الأحيان أن الملك ليس له استراتيجية على المدى البعيد تتجاوز أمله في إنجاح تكتيكاته على المدى القريب لا شك أن هذا صحيح إلا أنه يمكن أن نستجلي بعض الخطوط العريضة لسياسة عامة وأكثر منهجية تعالج المشاكل الحيوية مثل التنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي من زاوية تقنية محظة حيث لا ينظر إلى مشاكل التعمير والإنتاج الفلاحي والبطالة إلى آخره ومن جهة هيكلية الإصلاح الزراعي تأميم الصناعة إلى آخره بل من زاوية الحلول التقنية الأسمدة والسكن إلى آخره ويعتمد الملك أكثر فأكثر على وزارة الداخلية والجيش لتطبيق مخططات الحكومة في البيادين الاقتصادية من إدارة الأراضي التي استرجعتها الدولة إلى بناء المدارس أو توظيف عاطلي المدن في البوادي وتشكل كل من وزارة الداخلية والجيش وسيلتين من وسائل السلطة ومما يزيد من أهميتهما أنهما يرتبطان بالعرش ارتباطا وثيقا حيث يعتمد عليهما لمواجهة ضغوط المعارضة ويعقد عليهما كل آماله في تحقيق هدفه الأسماء لا وهو تحقيق التقدم في جميع الميادين بفضل إجراءات تقنية دون إحذاث أي تغيير في الوضع السياسي الراهن ويرغب الملك في هذه الأثناء الحفاظ على ما يشبه نوعا من الحيوية السياسية داخل النخبة حفاظا على واجهته الليبرالية لكنه يناور في الوقت ذاته للتخفيف من حدة الانفعالات وقطع طريق استقطاب أتباع جدد إلى القادة السياسيين تشكل المدن الساحلية وعلى الخصوص منها مدينة الدار البيضاء ميدانا مواتي لدعاية المعارضة باعتبارها أول مدينة بالمغرب نظرا لنشاطاتها الاقتصادية وكذلك لعددها الكبير من العمال المنخرطين في النقابة وعدد العاطلين ولا ينسى أحد أن جو هذه المدينة يؤثر بصورة بالغة على الجو السياسي العام بالبلاد ويسعى الملك إلى قلب هذه الوضعية لصالح البوادي لذا حظيت مشاكلها بكل عناية في السنوات الأخيرة كما شجع على خلق نخبة قروية بإنشاء المجالس الإقليمية والقروية وبينما تحاط عمليات تدشينه لبناء السدود بدعاية صاخبة انقطع الملك عن الحضور في الاستعراض العمالي لفاتح مايو في الدار البيضاء وساهمت وزارة الداخلية بنشاط في السياسة الملكية الرامية إلى اتخاذ إجراء إعادة سكان أحياء القصدير العاطلين إلى قراهم في سنة 1967 لتشتيت تجمعاتهم داخل المدن الكبرى كما شاركت الحركة الشعبية حزب الأمازيغ الأكثر تشبثا بالملكية بدورها في هذه الاستراتيجية لأنها تحاول منذ سنة 1966 استقطاب سكان أحياء القصدير في الدار البيضاء وقطع الطريق داخل البوادي على النقابات والأحزاب ذات الأصل الحضري لم يرضى الملك عن التجربة الديمقراطية التي قام بها بين سنتين 63 و 65 لأنها غرقت في النزاعات العقيمة بين الأحزاب والنواب المنتخبين دون أن تفرز أغلبية طيعة لقد هاجم الملك خلال مدة البرلمان القصيرة وبعدها مفهوم الديمقراطية البرلمانية وأكد أنها تعرقل الكفاحة ضد الفقر كما صرح من دون أي التواء أن البرلمانية تتناقض مع الديمقراطية الحقيقية وعندما قام بحل البرلمان في يونيو من سنة 1965 أكد أن مناقشاته العميقة كانت ستنال من الديمقراطية المغربية وبما نعتز به من كرامة وفكر خلاق لقد فضل الحسن الثاني أن يعود إلى أسلوبه المألوف الذي يعتمد على المجالس الاستشارية التي يعين أفرادها بمرسوم ملكي وسبق لمحمد الخامس أن جرب هذه الطريقة بنجاح في سنة 57 و58 وكررها ابنه في شتاء 68 تقوم هذه البجالس بدور استشاري فقط وللملك كامل السلطة في استدعائها أو حلها وتشير بكامل الوضوح إلى من يحظى بالاعتبار في تصور الملك على أن لها قيمة دعائية وتستغل لكونها متنفسا لتخفيف الضغط داخل النخب المحرومة ولتوجيه ردود فعلها اجتمع المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط في مارس من سنة 1968 لمناقشة التصميم الخماسي الجديد وبتكليف من الملك درس التصميم وصودق عليه في ظرف أربعة أيام بعد ذلك عاد أعضاؤه إلى منازلهم في انتظار استدعائهم من جديد تؤكد علاقة المجلس بالملك دور الأب الذي اختاره لنفسه في علاقته مع النخبة وفي مذكرة بعثها للأحزاب بعد أحزاث مارس سنة 1965 بالدار البيضاء صرح قائلا ويدي مبسوطة لرعايا كافة دون تمييز لأنهم جميعا أبنائي يواجه النظام الملكي مشكلا آخرا ملحا أي مشكل اقتراح أيديولوجية قادرة على إرضاء طموحات الشباب المغربي لقد اعتمد الحسن الثاني حتى الآن في هذا الميدان على خليط من روح المواطنة والقيم الدينية لتكوين عقلية رعاياه ومواطني المستقبل إنه يحث الشباب على التضحية والعمل من أجل الوطن كما فعل الذين تطوعوا في عهد والده لبناء طريق الوحدة الذي يربط بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية سابقا وبعد الفيضانات التي أصابت تافلال سنة 1965 دعا إلى العمل الطوعي من أجل بناء سد وادي زيز ليكون رمزا للانطلاق الوطنية وفي يونيو 1966 أعلن عن الخدمة العسكرية الإجبارية وقرر في صيف 1968 تأسيس هيئة من الشبان للقيام بأشغال خدمة للصالح العام ومن جهة أخرى قرر في السنة نفسها إقامة الصلوات داخل المدارس وشرع في بناء دور الشباب لتلقين الشبيبة القيم الوطنية لكن النظام لا يملك سوى وصفات مصطنعة لخلق روح المواطنة هذه وتنبيتها وإذا كانت الكوارث الطبيعية أو النزاعات حول الحدود قادرة على إحيائها فإن ذلك لا يتم إلا بصفة مؤقتة في أحسن الأحوال وما يرتبط بالحلول الظرفية والمرتجلة فإن التكرار يفقدها كثيرا من فعاليتها سيؤدي إلى محالة تجنيد الشباب بالقوة في جماعات العمال إلى الحقد وليس إلى الاعتزاز لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم أن المحظوظين ليسوا مطالبين بالتضحيات نفسها وبالتفاني نفسه لقد ضحى الملك بمشاكل مستقبل البلاد من أجل الهيمنة على النخبة وأدى به نجاح مناوراته بالذات إلى عمليات سلبية ذلك أن كل جماعات النخبة أصبحت جوفاء من جراء مراقبة جميع نشاطاتها ومتابعة حتى العادية منها وتبقى هناك قوتان لا يمكن للملك أن يقود أسسهما وهما الشرطة والجيش وحيالهما يضطر إلى استعمال كل ما لديه من مهارة لمزاولة دوره التحكيمي لكن التلاعب بقادة قوات الأمن وإبطال فعاليتهم يدفع كل منهم ضد الآخر من أجل استئصال كل ميل للإنقلاب ضد العرش عملية خطيرة إن ساق فيها الملك لقد قبلت النخب بطواعية تقليص مجال نشاطها لأنها وجدت في ذلك بعض التعويض إنها تنتقذ النظام وتستفيد منه في آن واحد ولقد طالب بعض الوطنيين بعد الاستقلال وبكل إخلاص أن تكون المسؤوليات السياسية الوطنية مسؤوليات جماعية وبحثوا عن الوسائل لتحقيق ذلك لكن القصر أبعدهم وعزلهم أو رمى بهم في زنزانات النسيان الملكية وأدى بهم الأمر إلى القبول ضمنيا مع رفض الاعتراف بذلك أنه ليس لديهم أي حظ في تسيير الشؤون العامة لقد خاب أملهم في مقاومة النظام وقد تعودوا على منافعه إلى درجة أنهم أصبحوا عاجزين عن الانفصال عنه ومع ذلك يأملون في أن تغيثهم بلاغتهم إذا ما سقط النظام ترجمة نانسي قنقر